السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم عزائي الطلاب والطالبات ونحن في ختام المنهج نتكلم عن مجموعة من الإثراءات إن شاء الله نأخذها خلال الحصص القادمة في كل إثراء نأخذ مجموعة من الأسلاء حول هذه الوحدة تقريباً 15 سؤال على كل فصل وفي الإثراء الأخير إن شاء الله في الحلقة الأخيرة سيكون 15 سؤال مختلفة من جميع الفصل طبعاً نبدأ اليوم بالإثراء الأول المتعلق بالفصل الثالث فصل المتطابقات والمعادلات المثلثية نبغى نحل هذه الأسئلة فأنا أتمنى لكم دائماً وأبدأ متابعة طيبة نبدأ على بركة الله في السؤال الأول طبعاً السؤال الأول جايح له من الدرس الأول أيضاً قال لك إذا كان ساين لثيتا يساوي 7 إلى 9 وثيتا من 90 إلى 180 درجة فما القيمة الدقيقة لكوساين ثيتا الآن أيها الأخوة الكرام حتى أحل هذا السؤال يجب عليه في ابتداء أن أحدد الربع الذي أنا موجود فيه أو الزاوية موجودة فيه فبالتالي الزاوية ثيتا موجودة في أي ربع موجودة في الربع الثاني فبالتالي سأطبق قاعدة الإشارة للربع الثاني لأن المطلوب بالني الآن إيجاد كوساين لثيتا إيجاد كوساين لثيتا فبالتالي نلاحظ أن الكوساين أو إذا كان ثيتا في الربع الثاني فأن الكوساين لها يعني لو افترضت أن هذه هي الثيتا فالكوساين لها سيكون مقدار سالب سيكون في المجكان السالب فبالتالي نقول دائماً إذا أردت أنك تحسب كوساين لثيتا فدائماً الناتج يتكون من عنصرين يتكون من إشارة ويتكون من مقدار بالنسبة للإشارة أجيبها من وين؟ أجيبها من الربع أوجدها من الربع والمقدار أوجدها من المتطابقات من المتطابقات فبالتالي كإشارة قلنا أن الكوساين هنا سيكون سالب وبالتالي طالماً أننا سالب إذا ممكن أنا أستبعد جميع الإجابات الموجب فلاحظ هذه إجابة موجبة أنا راح أستبعدها كذلك هذه الإجابة الموجبة أنا ممكن أستبعدها فبالتالي تبقت لي إجابتين أريد أن أرى ما هي الإجابة الصحيحة كمؤشر للإجابة الصحيحة دائماً الساين والكوساين يكون لهم نفس المقام دائماً ما يكون لهم نفس المقام ألا إذا كان فيه تبسيط فبالتالي قد يكون هذا على حسب فبالتالي دعونا نرى الآن كيف نحسب أو كيف نوجد الكوساين من خلال الساين طبعاً العلاقة التي لدي المشهورة أنها تقول أن الساين لثيتا أو الكوساين تربيع لثيتا يساوي واحد ناقصاً ساين تربيع لثيتا فبالتالي أنا راح أقول واحد ناقصاً الساين اللي هي سبعة على تسعة لكل تربيع بهذا الشكل وبالتالي هيكون هنا عندك واحد ناقصاً تسعة واربعين على واحد وثمانين لو وحدنا المقامات الآن سيكون هذا واحد وثمانين على واحد وثمانين ناقص تسعة واربعين على واحد وثمانين وبالتالي الناتج كم يطلع معانا؟ ممكن تستخدم الآلة الحاسبة يعني واحد وثمانين ناقصاً تسعة واربعين يطلع الناتج ثنين وثلاثين ثنين وثلاثين على واحد وثمانين طبعاً من خلال الخيارات أنا مهم جداً أني أحدد هل الخيار الأول هو الصحيح أو الخيار الثاني هو الصحيح الآن أنا وجدت الكوساين تربيع كوساين تربيع لثيتا تساوي ثنين وثلاثين على واحد وثمانين أنا أبغل كوساين لثيتا فبالتالي أخذ جذر الطرفين نأخذ جذر الطرفين فجذر الطرف الأول بيعطيني كوساين لثيتا الطرف الثاني بيطلع موجب أو سالب ولكن أنا حددت مسبقا أن زاويته في الربع الثاني فبالتالي الإشارة قلنا هي سالبة وبالتالي بقول هنا عبارة عن جذر 32 على 9 طيب جذر 32 هو عبارة عن 32 هي عبارة عن يعني لو جينا قلنا هي عبارة عن 16 ضرب 2 على 9 أو جذر 16 يساوي كم؟ يساوي سالب 4 في جذر 2 على 9 إذن الجواب الصحيح هو دال أيضا ممكن يعني زي ما قلنا نوصل للإيجابة بطريقة أسرع أنه دائما الساين والكوساين فقط الساين والكوساين يكون لهم نفس المقام يعني بهذا الشكل طيب ننتقل الحين إلى فقرة أخرى نشوف السؤال الثاني قالك إذا كان ساين لثيتا تساوي سالب 18 على 19 والثيتا من 270 إلى 360 فأوجد القيمة الدقيقة للكوساك القيمة الدقيقة للكوساك طيب في البداية قلنا أول شيء لازم أحدد الربع لازم أحدد الربع فلاحظ أن الربع اللي إحنا موجودين فيه هو الربع الرابع وبالتالي الكوساك لثيتا طبعا قانونا وش تساوي ساوي واحد على ساين لثيتا واحد على ساين لثيتا سلاحظ أن أعطاك الساين فبالتالي الكوساك هي عبارة عن مقلوب الساين وبالتالي راح أقول أن ساين لثيتا أو أن الكوساك لثيتا كوساك لثيتا هي واحد على سالب 18 على 19 أو كأني أقلب هذا الكسر فقط وبالتالي وش الجواب راح يكون؟ راح يكون الجواب سالب 19 على 18 سالب 19 على 18 وطبعا الكوساك إشارتها نفس إشارة الساين لأنها مقلوبة للساين فبالتالي طالما طلب مني دالة مقلوبة للساين فقط أقلب الساين بهذا الشكل نشوف سؤال بعده الآن طلب أعطاني متطابقة أو أعطاك حد ويبغى يشوف وش الحد المكافأ له واحد على كوتان تربيع زائدا واحد ماذا يساوي من هذه المقادير؟ هنا معرفتنا للمتطابقات التي أخذناها في الدرس الأول تساعدنا على الوصول للإجابة هناك متطابقة جاهزة كانت تقول أن الكوتان تربيع زائد واحد تساوي سك تربيع كوتان تربيع زائد واحد تساوي سك تربيع لكن الذي نفترض أني أني نسيتها المتطابقة لأننا كطلاب من عادتنا ننسى الأشياء الجميلة لكن عموما خلونا نشوف لو أنا نسيت وش ممكن أساوي ممكن أن أنزل المقدار هذا كما هو الكوتان أحولها إلى كوساين تربيع لثيتا على ساين تربيع لثيتا زائدا واحد الواحد أبوحد المقامات للواحد هذه مع الكسرة الآخر فبالتالي أعتبرها ساين تربيع لثيتا على ساين تربيع لثيتا بهذا الشكل لاحظ أن المقام توحد الآن وبالتالي أصبح عندك هنا واحد كما هي هذه عندك البصد صار كوساين تربيع زائد ساين تربيع على ساين تربيع طيب كوساين تربيع زائد ساين تربيع هذه وش تساوي؟ هذه تساوي واحد إذن صار عندك واحد على ساين تربيع لثيتا طيب واحد على واحد ساين تربيع يساوي إيش؟ يساوي ساين تربيع لثيتا بهذا الشكل إذن هذا هو الجواب الصحيح لو واحد عارف القانون من البداية يعني ممكن نقول كحل آخر يعني مباشرة بيقول واحد على كوسك تربيع لثيتا إذن قلنا أن الكوتان تربيع زاد واحد ساوي كوسك تربيع لثيتا ومباشرة هذا يعطيني ساين تربيع لثيتا فاللي يعرف المتطابقات يعني بلا شك أن حياتها أسهل وطريقة رح يكون الوضع بالنسبة له أسهل للوصول إلى الإجابة ولكن لما يعرف المتطابقات ممكن أن يصل الإجابة ولكن بالمزيد من الخطوات المطلوبة نشوف السؤال لبعده كأي القيم الآتية تصلح لأن تكون قيمة لساين لثيتا وهنا أيها الأخوة الكرام لا بد أن أفرق بين حاجتين هل هو طلب مني الثيتا ولا طلب مني ساين لثيتا طلب الساين لثيتا طلب الساين لثيتا في المعادلة ابتداء الطالب المثقف الذي يعرف الدول المثلثية ودارسها زين يعرف أن الساين لثيتا في الأساس هي دائما تتراوح ما بين السالب واحد والموجب واحد يعني هو مقدار يتراوح بين السالب واحد والموجب واحد وبالتالي بناء على هذه المعلومة أنا ممكن أستبعد إجابتين مباشرة هذه الإجابة أستبعدها لأنه لا يمكن الساين لثيتا تصير اثنين ولا يمكن تصير سالب اثنين إذن هي إما أن تكون ثلاثة أربع أو تكون سالب ثلاثة أربع طيب كيف ممكن أنا أعرف هل هي موجب ثلاثة أربع أو سالب ثلاثة أربع؟ طبعاً فيه عدة طرق من يستخدم التعويض يعني أعوض فيه A وأشوف إذا مشى الحال الحمد لله ما مشى معناها أن B هو الجواب الصحي لكن لو كنت حبيت أحلها على شكل معادلة أفترض أن الساين لثيتا هي عبارة عن مثلاً X تربيع على سبيل المثال والساين هي عبارة عن X وأحل المعادلة وأشوف قيمة X كم تساوي إذن نفرض أن بهذا الشكل أن X تساوي ساين لثيتا فتصبح المعادلة الآن أربع X تربيع ناقصاً خمسة X وإنقل الستة لطرفتها ناقص 6 يساوي صفر بهذا الشكل الآن لو حبيت تحللها ممكن تحللها ولو حبيت أنك تعوض أيضاً بهذا الشكل وإيضاً بإمكانك أنك تعوض بهذه الصورة لو أحب أحد يجرب التعوض أقول أربعة في ثلاثة أربع لكل تربيع أجرب الثلاثة أربع ناقص خمسة في ثلاثة أربع ناقص ستة هل تساوي الصفر هذه أو لا تساوي الصفر طبعاً نحسبها ممكن باستخدام الألة الحاسبة نقول أربعة ضرب ثلاثة أربع ثلاثة على أربعة لكل تربيع طبعاً نفترض أن نحط قوس ابتداء نفتح قوس نفتح كسر نقول ثلاثة على أربعة نقفل القوس نحط تربيع ناقصاً خمسة ضرب ثلاثة أربع أو ممكن نقول صفر فاصل خمسة سبعين ترهي نفسها ثلاثة أربعة ناقص ستة هل هي تساوي صفر؟ لا ما ساوت صفر إذن واضح أن هذا لا يساوي الصفر إذن هذا لا يساوي الصفر لأنه ساوى كم؟ ساوى سالب خمسة عشر على ثنين إذن هذا ساوى سالب خمسة عشر على ثنين إذن لاحظ أنه لا يساوي الصفر وبالتالي سنجد أن الجواب الصحيح هو إذن هذا الجواب أيضاً مستبعد لأنه بالتعويض وبالتالي يعني يمكن يكون أسهل علينا من التحليل وبالتالي يكون هذا هو الجواب الصحيح طيب ننتقل الحين نشوف السؤال اللي بعده الآن طلب مني حل المعادلة المثلثية طيب ما هو حل المعادلة ساين لثيتا ناقص واحد يساوي الصفر طبعا قالك كذا كان قياس ثيتا بالرديان وكان كي عددا صحيحا طبعا معادلة بسيطة زي هذه فمجرد أن ننقل الواحد للطرف الثاني فبالتالي أقول ساين لثيتا تساوي واحد طيب في دائرة الوحدة متى الساين يساوي واحد متى الساين يساوي واحد نعرف إحنا أن محور الساين هو محور الواي ويساوي واحد في هذه الزاوية هذه الزاوية التي تساوي كم؟ الثيتا تساوي تسعين درجة لأنها بالرديان فبالتالي نعبر عنها بأنها باي على أثنين طيب متى تتكرر الإجابة؟ تتكرر الإجابة كل ثلاثمائة وستين درجة إذن أنا أخذ لي لفة كاملة عشان تتكرر الإجابة ثم أخذ لفة ثانية كاملة عشان تتكرر الإجابة فبالتالي راح أقول هنا أن ثيتا هي عبارة عن باي على 2 زائدا 2K باي اللي هي كل لفة عظيفة هي عبارة عن K إضافية بهذا الشكل أو 2 باي K أو 2K باي وبالتالي سنجد أن الجواب الصحيح هو الجواب B الجواب الصحيح هو الجواب B بهذه الصورة ننتقل للسؤال الذي يليه قالك إذا كان تان لثيتا تساوي ثلاثة ثم قيمة كوتان طبعا الكوتان هي مقلوبة التان فهذا سؤال سهل جدا فبالتالي راح أقول أن الكوتان لثيتا يساوي 1 على تان لثيتا حتى ما احتج شيء كالربع اللي أنا شغال فيه لأن التان والكوتان أصلا إشارتهم متفقة فبالتالي راح أقول 1 على 1 على 3 يساوي كم؟ يساوي ثلاثة بهذا الشكل واحد يقول كيف الكوتان يصير مقداره ثلاثة؟ نحن نعرف أن الساين والكوساين هي اللي يكون مقدارها بين السالب 1 والموجب 1 لكن التان والكوتان والسك والكوسك لا ممكن يتجاوز يعني التان والكوتان ممكن يصير أي رقم ممكن يصير أي رقم التان والكوتان السك والكوسك لا يمكن يصير بين السالب 1 والموجب 1 لأنه مقلوب للسين فدائماً يصير أعلى من واحد أو أقل من سالب واحد يعني إما أن يكون أعلى من واحد سالة اثنين ثلاثة خمسة أو أقل من سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة يا زي كذا لكن التان والكوتان عادي يصير أقل من واحد أو يصير أعلى من واحد ما عنده أي مشكلة فبالتالي لازم أفرق أنا ما بين الدوال طيب نشوف السؤال الذي يلي أي ما يأتي يكافئ العبارة تان في كوساين طبعاً هنا رح أبسط هذه العبارة واش رح أقول رح أقول أن التان لثيتا فيه الكوساين لثيتا التان قانوناً تساوي ساين لثيتا على كوساين لثيتا ضرب كوساين لثيتا يعني تبسيط أقل سؤال جداً جداً سهل وبالتالي الكوساين تروح مع الكوساين وش يبقى معي؟ يبقى معك فقط ساين لثيتا وبالتالي الجواب الصحيح هو سي نجي هنا أيضاً قال لك أي ما يأتي يكافئ العبارة فلاحظ أنت عندك هنا هذا المقدار الذي أعطاك ساين تربيع زائد كوساين تربيع هذا مباشرة له قانون مباشر الذي يقول لك أن هذا المقدار ساين تربيع زائد كوساين تربيع على تان تربيع وبالتالي هذا يعطيني واحد مثل ما نعرف على تان تربيع لثيتا مقلوب التان ما هو؟ مقلوب التان هو كوتان تربيع لثيتا وبالتالي الجواب الصحيح هو ألف ننتقل للسؤال الذي يلي ما القيمة الدقيقة لكوساين مية وخمسة وثلاثين طبعاً الزاوية مية وخمسة وثلاثين هي زاوية موجودة في الربع الثاني فبالتالي حيكون القيمة يعني هذه هي وفي منتصف الربع الثاني فبالتالي نلاحظ أن الكوساين لها بيكون بالسالب لأنها في الربع الثاني والمقدار حيكون جذر ثنين على أثنين لأنها الزاوية تقابل الزاوية أو زاويتها المرجعية هي خمسة وأربعين درجة وبالتالي حيكون يعني ممكن نقول إحنا أن كوساين المية وخمسة وثلاثين درجة هي سالب كوساين الخمسة وأربعين درجة اللي هي الزاوية المرجعية لها وبالتالي سيكون سالب جذل 2 على 2 بهذه الصورة طبعاً لو إحنا استفزعنا بلالة الحاسبة أنا أعتقد بلالة الحاسبة ما رح تقصر معنا ولكن لو جاءنا سؤال زي هذا في الاختبار التحصيلي طبعاً لا توجد لدينا آلات حاسبة ما القيمة الدقيقة اللي هي ساين 105 ساين 105 طبعاً إحنا عشان نجيب ساين 105 ممكن نستخدم متطابقة مجموع زاويتين متطابقة مجموع زاويتين فسأبحث عن زاويتين شهيرتين وأطبق عليها هذه القاعدة 105 تساوي كم من الزوايا الشهيرة؟ ممكن أقول والله 45 زائد 60 ممكن أقول مثلاً 150 ناقص 45 بس تصير أصعب شوي يعني إذا دخلت فيها سالب ودخلت 150 خلنا على الـ 60 والـ 45 يعني يكون الشغل إن شاء الله جميل فبالتالي رح أقول الآن أن هذه تساوي ساين 45 درجة زايداً 60 درجة أيهما أبدأ؟ أبدأ بالـ 45 أو بالـ 60؟ ما يهم لأن الجمع هنا عملية أبدالية فأنت ممكن تقول 60 زايد 45 أو 45 زايد 60 الأمر بالنسبة لك يعني الخيارات كلها متاحة القانون يقول يقول ساين الزاوية الأولى في كوساين الزاوية الثانية زائداً ساين الزاوية الثانية اللي هو ساين 60 في كوساين الزاوية الأولى اللي هي 45 وأربعين بهذا الشكل الآن نبدأ نحسب اللي هو المقادير لاحظ معي أنه ساين الـ 45 هي جذر 2 على 2 كوساين الـ 60 هي نصف زائداً ساين الـ 60 اللي هي جذر 3 على 2 وكوساين الـ 45 هي جذر 2 على 2 بهذا الشكل أضرب البسط في البسط والمقام في المقام بالنسبة للكسر الأول بيطلع معي جذر 2 في 1 جذر 2 و 2 في 2 تعطيني 4 زائداً جذر 3 في جذر 2 هذه بتعطيني جذر 6 و 2 في 2 تعطيني 4 طبعاً لو دمجتهم في مقام 1 لأن المقام 1 هنا في سير جذر 2 زائد جذر 6 على 4 وين الجواب الصحيح؟ طبعاً الجواب الصحيح هنا هو C وحياناً نكتب لك على شكل جذر 6 زائداً جذر 2 على 4 يعني كلها نفس الشيء لأننا قلنا أن الجمع هنا عملية أبدالية فما عندي أي مشكلة بأي طريقة يكتب لي هذا الجواب ننتقل للسؤال الحادي عشر قال لك أيما يأتي وكافئ العبارة ساين 90 ناقصاً ثيتا أيضاً هنا بأستخدم متطابقة مجموعة زاويتين أو الفرق بين زاويتين وبالتالي بأقول ساين 90 ناقص ثيتا ناقصاً ثيتا وماذا تساوي؟ نقول ساين الزاوية الأولى اللي هي 90 في كو ساين الزاوية الثانية اللي هي ثيتا ناقصاً ساين الزاوية الثانية اللي هي الثيتا في كو ساين الزاوية الأولى اللي هي كم؟ اللي هي 90 ساين التسعين هذه تساوي كم؟ تساوي 1 كو ساين الثيتا أتركها كما هي ناقصاً سين الثيتا أتركها كما هي كوسين التسعين هذه تساوي كم؟ تساوي صفر تساوي صفر وبالتالي لاحظ معي أن صفر ضرب السين يعطيني صفر واحد ضرب الكوسين يعطيني كم؟ يعطيني كوسين لثيتا كوسين لثيتا بهذا الشكل هل ممكن أن أتنبأ بالإجابة؟ ممكن يعني لو واحد حبي يتنبأ بالإجابة لو أولا جيت قلت لك الآن سين تسعين ناقص ثيتا وين التسعين؟ التسعين موجودة هنا هذه التسعين ناقص ثيتا معنات أن الزاوية ستكون هنا هذه الزاوية هي ثيتا بهذا الشكل فلاحظ أن ساين الزاوية هذه ساين الزاوية هذه هو نفس كوسين الزاوية هذه هو نفس كوسين الزاوية هذه فبالتالي ممكن يعني الواحد يوصلها بهذا الشكل ننتقل للسؤال الذي يليه قالك تحمل القيمة الدقيقة لكوسين 22 ونصف باستعمال متطابقة نصف الزاوية أول شيء زاوية 22 ونصف يعني شوفوا هنا التأملات التي تأتي قبل السؤال مهمة هذه جدا زاوية 22 ونصف هذه في أي ربع؟ هذه موجودة في الربع الأول في الربع الأول هل يعقل أن الكوسين فيها يكون سالب؟ استحالها فبالتالي مباشرة أنا سأستبعد إجابة C وإجابة D لأن الزاوية في الربع الأول أساسا طيب القانون يقول إيش؟ يقول أن كوسين 22 ونصف درجة يساوي كوسين 45 درجة تقسيم 2 اللي هو بيكون موجب أو سالب وطبعاً إحنا اتفق لأنه ما يجيب السالب لجذر 1 زائداً كوسين لثيتا اللي هي 45 درجة 45 درجة على 2 فمن الخيارين واضح أن هذا هو الجواب الصحيح يعني ليش؟ لأنه في جمع هنا وهذه فيها طرح فبالتالي واضح أن هذا الطرح هو اللي يعطيني الساين ولا يعطيني الكوسين لهم المطلوب ساين يطلع هذا هو الجواب أي هو الجواب الصحيح ولكن الكوسين هي البيئة لكن لو حبيت أنك تبسط وتوجد الناتج إلى النهاية لا يمنع هذا الشيء تقول 1 جذر طبعاً الواحد تحوله إلى 2 على 2 والكوسين 45 جذر 2 على 2 الكل على 2 وبالتالي سيطلع معك جذر 2 زائداً جذر 2 و الاثنين هذه تنزل مع الاثنين هذه وبالتالي سيطلعون كم الاثنين ضرب اثنين يعطيني أربعة طبعاً لو أخذت أنت جذر الأربعة سيطلعك الاثنين هذه والبسطة وهو 2 في جذر أثنين إذن الجواب الصحيح هو بي نرى السؤال الذي بعده ننتقل للسؤال الذي يليه قالك أيما يأتي ليس حلاً للمعادلة ساين توثيتا يساوي واحد ليس حلاً للمعادلة ساين توثيتا يساوي واحد طبعاً الآن أيها الأخوة الكرام لاحظ معي أن أنا أبغى حل ساين توثيتا يساوي واحد لو سألتك ما هي الزاوية ألفة مثلاً دعنا نقول ألفة اللي ساينها يساوي واحد متى الساين يساوي واحد؟ يساويها عند التسعين درجة عند التسعين درجة فبالتالي رح أقول الآن أن الحل الأساسي أن الألفة تساوي تسعين درجة ولكن الألفة هي عبارة عن اثنين ثيتا فبالتالي اثنين ثيتا تساوي كم؟ الاثنين ثيتا تساوي تسعين درجة وبالتالي الثيتا تساوي خمسة وأربعين درجة فهذا يعتبر حل هذا السؤال الآن لو أخدت أنا أي زاوية من هذول الزوايا اللي موجودة أمامي وضربتها في أثنين ضربتها في أثنين هل بتعطيني خمسة وأربعين درجة ولا لا؟ خلونا نشوف التسعين لو ضربتها في أثنين بتعطيك مئة وثمانين فهذه تعتبر ليست حلاً إذن هذا هو الجواب الصحيح اللي هو ليس حلاً الميتين وخمسة وعشرين لو ضربتها في أثنين كم بتعطيني؟ يعني لو قلنا أن الثيتا مئتين وخمسة وعشرين وبالتالي لو ضربتها في أثنين بتعطيني كم ثنين ثيتا بتعطيني أربع مئة وخمسين وهذه ساينة هيساوي واحد إذن هذا يعتبر حل صحيح والسالب مئة وخمسة وثلاثين كذلك بتعطيك بنفس الطريقة وبالتالي سيكون الجواب الذي ليس حلاً لهذه المعادلة هو التسعين درجة أما بقية الحلول هي تعتبر حلول لهذه المعادلة نختم بالسؤال الأخير لدينا في هذا اللقاء قالك برج اجتفاعه مئة متر إذا أمكن التعبير عن طول ظله بالعلاقة س تساوي مئة على تان لثيتا حيث ثيتا هي زاوية ميل أشعة الشمس فما طول ظل البرج عندما تكون زاوية ميل أشعة الشمس خمسة واربعين درجة يعني أعطاني فقط الزاوية وطلب مني الطول فبالتالي بطبق القاعدة مباشرة قاعدة اللي أعطاني إياها فبالتالي بقول اس تساوي مئة على تان خمسة واربعين درجة وبالتالي راح يصير هذا مئة على واحد اللي هو الناتج يصير كم يصير مئة متر بهذا الشكل وبذلك يعني نكون بحمد الله تعالى أخواني الكرام وأخواتي وصلنا معكم إلى نهاية المطاف في درسنا لهذا اليوم حاولنا نمشي فيه على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالفصل الثالث يليت أنكم أيضا تكثفون الحلول على هذا الفصل من خلال التدريبات عندنا أسئلة تحقق مفهمك أسئلة تدريبات في نهاية الكتاب ستجدون دائما أسئلة كثيرة وبإمكانكم تتمرنون عليها نلقاكم على خير إن شاء الله في الدروس القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته